أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون الجمعة بسان بوترسبورغ روسيا الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا وقال الرئيس تابون خلال مشاركته كضيف شرف في أشغال الجلسة العلنية لمنتدى سان بوترسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر تتعرض لضغوط بسبب علاقاتها مع روسيا قال أن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه الجلسة العلنية تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكره لنظيره الجزائري نظير مشاركته كضيف شرف في أشغال المنتدى الذي يحطره أكثر من 17 ألف مشارك ممثلين لنحو 130 دولة مع تسجيل مشاركة رفعة المستوى لعديد الدول بما يتأثر به الاقتصاد العالمي السياسي ترجمة نانسي قنقر